في وقت تعيش فيه لبنان واحدة من أسوأ أزماتها الاقتصادية استقبلت البلاد مواطنيها القاطنين بالخارج والذين عادوا في موسم عطلات عيد الميلاد للاحتفال مع ذويهم الذين يعانون من الأزمة التي تعيشها البلاد إلى جانب انقطاع الكهرباء ونقص الوقود والافتقار للسيولة المغتربون اللبنانيون أنفقوا سيولة مطلوبة بشدة دعماً لاقتصاد بلادهم معبرين عن دهشتهم من قدرة الشعب اللبناني على التكيف مع الواقع الجديد خصوصاً وأن الاقتصاد اللبناني النهار منذ العام الفين وتسعة عشر عندما دفعت الديون المتراكمة والجمود السياسي البلاد إلى أسوأ أزمة تشهدها منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين 1975 و 1990 في مثل هذا الوقت من العام كانت شوارع العاصمة تتزين عادةً بزينة عيد الميلاد لكن انقطاع الكهرباء تركها مظلمة في وقت ترتفع فيه أمنيات اللبنانيين لتعانق العام الجديد آملةً في أن تستقر الأوضاع وينجلي ظلام بيروت ترجمة نانسي قنقر